اشتركوا في القناة ايام مضت والاعتصامات قائمة على قدم وساب لم تهدأ ولم تسكن يغذيها الاحساس بالظلم والمعاناة التي يشعر بهما سكان منطقة جسر ديالة اعتصامات شعبية تمثلت في قطع الطريق الذي يربط المنطقة بباقي مناطق بغداد ونصب الخيام والسرادق على الطريق الرئيس احتجاجا على فقدان منطقتهم لأبسط الخدمات البلدية احنا حقيقة المطالب نتلخص في مطالب هي ادنى ما يمكن نزلنا الى مثل ما يقول اضعف الايمان يعني هو تبليط المنطقة وشبكة الماء الصالح الشروب والمركز الصحي الاعتصامات ليست وليدة اللحظة بل جاءت نتيجة احتجاجات ومظاهرات منذ شهور عدة شهدتها المناطق سيئة الخدمات ومنها منطقة جسر ديالة حتى وصلت الى غضب على حال تفسره ملامح المعتصمين وشعاراتهم على انه لم يعد يطاق حالة الغضب الشعب العامة التي تغلي في منطقة جسر ديالة وباقي المناطق الاخرى لم تجد لها صدم في الاوساط الحكومية وسياسة المماطلة والتغافل كانت السمة الابرز لمن كان على استحياء وبعجالة يستمع الى مطالب الغاضبين صار الناس باعتشرنا الظاهر زيان يوميا جاينا وفد هسة ورايح وفد والله ناخذ مطالبكم ونرجع لكم نتيجة ومن ما يعرفون مطالبنا شينالك لاوات هاي زيان شين مطالبنا ناطحها السحاب تبليط الشوارع بلطونا ياها منطقة لا صيفنا صيف ولا شتانة شتة هي اذا رحلة معاناة الشتاء والصيف يعيشها سكان منطقة جسر ديالة فطرقاتهم غير معبدة ومراكز خدماتهم اصابها التلف والعطب وشبكة صرف صحي متهالكة والحكومة لا يعنيها هذا الامر في شيء حتى بدأ سكان منطقة جسر ديالة يتساءلوا هل نحن شعب ام مجرد وقود لتغذية اجهزة السلطة المليلة كافية تعابنا ولا تعابنا يعني تعايش بالتراف تعايش بالجسر الدارة الساير بيها ليش يشعاي فيننا ليش ليش عنا مباشر ادري احنا مباشر لو حيوانات خلي جي شوفونا التارة بيش يشعاي بيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة